يا سلام على الوطنية يا سلام هتاف القوم زي ما قال مين لقال الشاعر العظيم لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فهتاف القوم في السر بخلاف هتاف القوم في العالم الكلام اللي بتقال قدام الناس كلام حلو لكن أفعالهم وراء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل في كل فاسد وفي كل مهمل حسبي الله ونعم الوكيل في كل منافق حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عنده وشين ورأيين رأي يعلن ورأي موجود بينه وبن نفسه حسبي الله ونعم الوكيل هذه البلد والله هذه البلد لا تستحق إلا شرفاء ولا تستحق إلا النبلاء وهذا الوطن بيحتاج إلى رجال وهذا الوطن بيحتاج إلى تعلين وهذا الوطن بيحتاج إلى ثقافة وهذا الوطن بيحتاج إلى كل واحد يراجع نفسه كل واحد يراجع نفسه لكن الوضع أعتقد الإصلاح مش هيجي بقرار السيسي مش هيطلع قرار يقول للناس متكذبوش السيسي مش هيطلع قرار يقول للناس اتقل له في عملك واشتغل وما تزوغش مش هيطلع قرار يقول لواحد ركز في شغلك بلاش تلعب في التليفون عمال على بطال مش هيطلع قرار يقول لواحد ما تكذبش وما تخنش وما تبقاش فاجر وما تبقاش نصاب وما تبقاش كل ده موجود كل ده موجود كل واحد بيفكر يقطع حيط من البلد ويجري وفي الآخر ولادنا يجملكوش بلد أي حد بيتجرى عايز يعمل عملية إصلاحية ولا يصلح طلع فيه القطة طلع فيه قول فيه زي ما انت عايز حسب يا الله ونعم الوكيل